موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج منارات في هذه الحلقة سنتعرف على مواضيع مهمة متنوعة تتعلق في عيد الأضحى المبارك فأهلا ومرحبا بكم في خبرنا الأول سنعرج على إسلام مواطنة فرنسية وتعتنقها الإسلام في تركيا في خبرنا الثاني العيد أنشطة وفعاليات وهو عيد الأضحى المبارك المجلس الأوروبي للأئمة يبارك للأمة ويجمع ما بين القدس والكعبة أهلا ومرحبا بكم اعتنقت المواطنة الفرنسية الوانا الفيروس ماجانا الإسلام في ولاية قرشهير وسط تركيا وأفاد بيان صادر عن دار الإفتاء في الولاية بتنظيم مراسم اهتداء للإسلام في مقر الدار من أجل المواطنة الفرنسية ماجانا وبدأت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم ومن ثم قدم المفتي محمد يمان معلومات لماجانا عن الإسلام ودخلت ماجانا الإسلام إثرى نطقها بالشهادتين وتم منحها وثيقة اهتداء في ختام المراسم وهنأ المفتي المواطنة الفرنسية بدخولها الإسلام وتمنى لها أيضا النجاح والتوفيق في حياتها الجديدة تعيش الشعوب الإسلامية أجواء قدوم عيد الأطحى المبارك العيد الذي يوافق العاشر من ذي الحجة وذلك بعد انتهاء وقفة يوم عرفة الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج وينتهي في يوم الثالث عشر من ذو الحجة يعد هذا العيد أيضا مشاهدين الكرام ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤية أمره فيها الله سبحانه وتعالى بالتضحية بابنه إسماعيل وبعد التصديق ابنه الرؤية وتصديقه له أمره الله سبحانه وتعالى بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه لذلك يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام المعروفة الخروف أو البقرة أو جمل وتوزيع لحم الأضاحي على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى المبارك ويقوم المسلمون فيه بأنشطة متعددة ومتنوعة ويقوم العلماء أيضا بدور يعزز العلاقات الأسرية والمجتمعية والعلاقة الأسمى بين العبد وربه عز وجل عيد الأضحى المبارك يوم الفرح العظيم الذي يأتي ختاما لعشر ذي الحجة وتتويجا لموسم الحج المبارك يستقبله المسلمون حول العالم للعام الثاني على التوالي في ظل القيود التي تفرضها جائحة كورونا السلطات السعودية كانت قد اتخذت قرارا قضى باقتصار موسم الحج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب وحددت العدد بستين ألفا وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازا من عدوى فيروس كورونا يقبل المسلمون حول العالم في هذه الأيام المبارك على أنواع العبادات والطاعات مثل الصيام والصدقة وتلاوة القرآن كما يقبل أيضا الناس على أسواق الملابس لأخذ زينة العيد من ملابس وأطعمة احتفالا وابتهاجا بهذا العيد المبارك أسواق المواشي أيضا لها حظ كبير من الإقبال حيث تعتبر الأضحية سنة مؤكدة ورغم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها كثير من المجتمعات إلا أن المسلمين يحرصون على شراء أضاحيهم لذبحها يوم العيد ومشاركة الفرحة مع الفقراء والمحتاجين نعت الأمة الإسلامية ومن بينهم هيئة علماء اليمن القاضي محمد إسماعيل العمراني مفتي الجمهورية الذي وافته ألمانية عن عمر ناهز المائة عام المفتي الراحل ولد في صنعاء القديمة في بيت علم وقضاء وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد ولم يتعصب لمذهب معين في حياته ذا عصيط الفقيد وانتشر علمه واتسع تدريسه حتى صار معروفا بين أقطار المسلمين وفي أسقاع الأرض وبرحيل العلامة المجتهد القاضي محمد ابن إسماعيل العمراني تخسر الساحة الفقهية والقضائية والدعوية مرجعية علمية معتبرة وعلما من أعلامها الكبار ولكن كما قال الكثير عزاؤنا أنه قد خلف من بعده مئات العلماء السائرين على دربه على امتداد ربوع اليمن والعالم الإسلامي كما ذكر ذلك بيان هزارة الأوقاف وكذلك بيان هيئة علماء اليمن إذن مشاهدين الكرام عادة ما نفتقد الكثير من العلماء إلا أن بعض العلماء ولو أنه ذائع الصين نتعرف عليه في وفاجه وهذا ربما يعود إلى تقصير مننا وتقصير من من ربما لم يسمع بهم فالعلماء الربانيين موجودين في أسقاع العالم ينشرون العلم يقومون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يقومون بتبليغ العلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يحملون الرسالة التي بلغهم إياها نبينا عليه الصلاة والسلام وينشرونها بين الناس يحاولون دائما ترسيخ القيام بين المجتمعات وكذلك الأمر الوقوف مع الحق في جولات الحق والباطل العلماء الربانيين هم لديهم صفات فالعلم أولا اعلم أنه لا إله إلا الله ومن ثم الدعوة والتبليغ ومن ثم التعليم وهذا التعليم ربما يشتهر فيه العديد من العلماء المسلمين الذين يعتنقون هذا الدين كدين لهم يدافعون عنه ويحاولون أن يكونوا كذلك الأمر ربانيين فيه يحاولون أن يكونوا دعاة مخلصين يبلغون العلم ومن بينهم فقيدنا الذي فقدته الأمة الإسلامية العالم اليمني القاضي العمراني ونحن الآن في أجواء عيد ونحن الآن في أيام مباركة فضيلة ربما يعني ذكر ذلك في العديد من السنن وفي العديد من الأحاديث نقف أمام مناسبة عظيمة شعيرة تجمع العديد من الشعائر ففيها الحج وفيها الأضحية وفيها الصلوات وفيها اجتماع كذلك الأمر المسلمين حول بيت الله الحرام والصعيد إلى جبل عرفات يحاولون في هذه الأيام المباركة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما أمر في العادة يأتون من كل فج عميق إلا أنهم في هذه الأوقات يعني حال بينهم وبين الكثير منهم ما حصل للأمة الإسلامية للأمة العربية للعالم كله ما أصابهم من فيروس ووباء خطير على الأمة منع المسلمين في هذا العام من الوصول إلى بيت الله الحرام وكذلك الأمر العام الفائت لاحظنا هذا الموضوع بهذا العام مشاهدين الكرام حجاج بيت الله الحرام يذهبون لإقامة هذه الفريضة ويحاولون أن يدعوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يفرج الله هم المكروبين وينفث كربهم وكذلك الأمر يحاولون في هذه الأيام الفضيلة المباركة أن يدعون رب العزة وهم واقفون على عرفات يحاولون أن يدعوا الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين في العالم أجمع كذلك الأمر هناك العديد من النشاطات التي يقوم بها المسلمون هناك العديد من النشاطات التي يقوم بها العلماء هناك العديد من النشاطات التي يقوم بها الدعاة الربانيين هناك دعوات كذلك الأمر لإقامة هذه الأنشطة في المنازل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الجمعيات والمؤسسات التي تقوم برعاية هذه النشاطات سنتحدث عن كتاب ومدارسة له بعد أن نتوقف مع فاصل قصير نعود بعده لنواصل الحديث وسينضم إلينا بإذن الله سبحانه وتعالى دكتور وصفي عاشور أبو زيد ولكن بعد فاصل قصير أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا سوقاً وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة لبست الحجاب أول مرة وأنا طفلة في السادسة فرحت به أنا ذاك لأنه كان شيئاً جديداً يجعلني أشبه أمي لكنني لم أفهم كثيراً ما هو ولماذا علي أن أرتديه؟ قالت جدتي إنه يحفظك هل حقاً يحفظني؟ ومن أي شيء؟ هل يعسمني من الخطأ؟ ماذا لو لم أكن مقتنعة تماماً به؟ هل حقاً هذا الحجاب هو الذي سيحدد علاقتي بالله؟ تقابلنا الكثير من الأسئلة نبحث لها عن إجابات قد نصل أو نتعثر وربما اكتشفنا أننا كنا نبحث في الطريق الخطأ الشمس المضيئة واحدة والنور واحد والدين هو النور نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم قاف قلب سليم بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي IOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام يقيم الدكتور وصفي عاشور أبو زيد مجالس في مدرسة كتاب سورة الحج منهجيات في الإصلاح والتغيير بادئ المجلس الأول بتعريف بالمؤلف والكتاب متحدثا عن فضل الأيام العشر وعيد الأضحى المبارك طبعا يسعدني أن نرحب بفضيلته معنا عبر سكيبة دكتور وصفي عاشور أبو زيد أستاذ الفقه وأصولي ومقاصد الشريعة الإسلامية حياكم الله شيخنا أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج منارات حياك الله استسفاتي أعياء المشاهدين الكرام وكل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومكم هنا لفتنا كتاب الذي تقومون بمدارسته وكذلك الأمر مؤلفه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه ماذا عن الكتاب ماذا عن مؤلفه ماذا عن أهميته في هذا التوقيت ونحن نشهد هذه الاحتفالية الإسلامية الكبيرة الموسم العظيم تفضلوا بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله تفكرنا تفكرنا في كتاب نتدرسه أو في وسيلة دعوية ندعو الناس من خلالها الأقارب والأباعد الإخوة والأخوات فاهتدينا بفضل الله تعالى إلى هذا الكتاب منهجي سورة الحج منهجيات في الإصلاح والتغيير لأستاذنا الدكتور صلاح الدين سلطان فرج الله عنه اللهم آمين من قد اخترنا هذا الكتاب لعدة اعتبارات لأعتبار الأول أن القرآن الكريم هو كتاب ودستور هذه الأمة وينبغي أن ترجع الأمة إلى هذا الكتاب وأن تهتدي به وأن تستهدي هداياته في الواقع في النفس وفي الحياة وفي مجالات الحياة جميعا الأمر الآخر أنه يعالج سورة مهمة سورة الحج ونحن في أيام الحج وفي فريضة الحج وصورة الحج تحدثت عن الشعائر والمشاعر وما يكتنف هذه العبادة العظيمة من واجبات وأركان وفروض وشعائر ومشاعر وأذكار وأوراد إلى آخره الأمر الآخر أن هذه السورة أو هذا الكتاب هو استكمال لسلسلة مهمة بدأها المؤلف فرج الله عنه من سورة الكهف يعني بدأ بصورة الكهف ثم سنى بصورة الحج وهناك صور أخرى يعني كتب فيها على هذا النحو في الحقيقة المنهج الذي سلكاه المؤلف في هذه السلسلة سلسلة المنهجيات هو منهج جديد لنظري أنا كمشتغل بالأصول والمقاصد والتعامل مع القرآن الكريم أيضا وهو يريد في هذه السلسلة أن يخطط منهجا جديدا في التعامل مع القرآن الكريم بحيث يطنبط من مجمل السورة منهجيات هي منهجيات ضابطة للفك ومرشدة للحركة ومدعمة بالأدلة القوية من نفس السورة ومن القرآن الكريم كله والسنة النبوية الأمر الآخر وهو أن اختيار هذا الكتاب يأتي وفاءا لأستاذ جامعي وداعية جليل وفقيه من فقهاء الأمة يرسخ الآن تحت نير السجون والمعتقلات ظلما وزورا فاختيار هذا الكتاب هو إحياء لذكره ونشر لعلمه ووفاءا له بفضل الله تبارك وتعالى جميل الوفاء بين العلماء يعني عندما يقوم دكتور وصفي بمدرسة هذا الكتاب بعالم من علماء الأمة ربما هذا دليل على الوفاء من قبلكم فضلة الدكتور هنا إذا ما أردتكم أن تتحدثوا لنا عن الحج يعني كفلسفة كنشاط يجمع المسلمين ماذا تقولون؟ الحج كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه هو فريضة العمر وختام الأمر وكمال الدين هذه الفريضة التي تجمع الناس جميعا من كل أسقاع الأرض في الظروف الطبيعية طبعا من كل أسقاع الأرض يعني يقصدون مكانا واحدا وزمانا واحدا ويقومون بشعائر واحدة ومشاعر واحدة وهتافهم واحد وقبلتهم واحدة وكل ما يقومون به من شعائر ومشاعر متوحد في الزمان وفي المكان وفي الإنسان وهذه هي الفريضة الوحيدة من بين فرائد الإسلام ومبانيه كما قال أبو حامد الغزالي التي تجمع الناس وتجمع الأداء في الزمان والمكان والإنسان رمضان يمكن أن تتفاوت فيه الأوقات بل تتفاوت بالفعل ما بين إمساك وإفطار الصلوات تتفاوت ما بين المشرق والمغرب الإنتكاه بتتفاوت حسب قدرة صاحبها وحسب حولان الحول باعتبار بالنظر إلى كل فرد على حدة لكن الحج هو الشعيرة الوحيدة التي تجمع الناس في مكان واحد في زمان واحد ونفس الناس كلهم في هذا المكان وذلك الزمان بشعائر ومشاعر وإجراءات وعبادات وهتافات واحدة الحج عبادة عظيمة جداً وهي ركن من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس منها حج البيت من استطاع إليه سبيله فهذا من أصول الإسلام من أركان الإسلام الذي لا يصح الإسلام إلا به ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يحج ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً في هذه الفريضة العظيمة يتقابل المسلمون ويلتقي الناس من كل فج عميق يشهدون هذه المنافع العظيمة ويذكروا اسم الله تعالى على ما رزقهم من فضله في هذه الأيام وبهذه الشعيرة يعني هذه المنافع لم يحددها القرآن الكريم دلالة على أنها منافع عامة منافع شاملة ليشهدوا منافع لهم يعني المنافع كثيرة وربما هي صيغة لمنتهى الجموع فهي لا تعد ولا تحصى هنا الحج يكون في العيد ماذا عن العيد وماذا عن الأضحية ماذا عن هذه الشعائر ربما التي تجمع المسلمين لكن يعني مميزة هذه الشعائر شيخنا نعم صحيح العيد طبعا هو يعني يعايد المسلمون بعضهم على بعض فيه وهو فرحة تأتي بعد عبادة عظيمة هي عبادة الحج للحجاج وعبادة للمسلمين من غير الحجاج في هذه الأيام حيث لم يشأ الشارع الحكيم سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرم المسلمين من بركات الحج وفيوضاته ومن أجره ومن مسوباته فإذا كان الحج يمارس شعائر الحج وسيرجع بإذن الله تعالى وفضله من حجه كيوم ولدته أمه فإن الباب أيضا لغير الحجاج مفتوح بالأعمال الصالحة وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي ذكرته في مطلع هذه المداخلة ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام شرع الإسلام فيها الصيام والصدقة والذكر والتهليل والتكبير والتحميد لله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن وإغاثة الملهوفين وقضاء حوائج المسلمين والسعي في مصالح الناس من خلال طبعا الأضحية الأضحية في الحج في أيام العيد من أول بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريط يشرع فيها الزبح وتقديم هذه الأضحية اقتداءا بنبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الأضحية التي يطعم منها المساكين والمحتاجين والقرآن الكريم قال فاكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هدا تكبير واضح تعظيم الله سبحانه وتعالى واضح حتى في صورة الحج التي أشرنا لها قبل قليل تكرر ذكر لفظ الجلالة وأسمائه الحسنى والضمائر التي تعود عليه سواء كالضمائر الظاهرة أم مستترة وجوبا أو استحبابا أكثر من مائة وتسعين مرة في صورة عدد آياتها 78 آية وهذا يعطيك إشارة إلى أن ذكر الله وتوحيده والتهليل له والتكبير له هي من أسمى مقاصد الحج حيث أبرزتها هذه الصورة على هذا النحو فالعيد شعير من الشعائر يتزاور فيه المسلمون يهنئ فيه المسلمون بعضهم ببعض على الطاعة قل بفضل الله وبوحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وكما يأتي عيد الأطحى بعد عبادة عظيمة كذلك يأتي عيد الفطر بعد عبادة عظيمة هي أيضا ركن من أركان الإسلام ألا وهي الصيام جميل جدا هنا في هذا الإطار نود أن نعود قليلا إلى خبر تحدثنا عنه قبل قليل وهو غياب العالم اليمني القاضي العمراني قبل أيام من الآن ربما شهدنا جنازته وكذلك الأمر تابعناها عبر المقاطع المصورة والبيانات التي خرجت لتودعه فضل الدكتور ماذا تقولون في العالم القاضي طيب إذن فقدنا على ما يبدو التواصل مع الدكتور وصف عشور أبو زيد أستاذ الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة الإسلامية كان يحدثنا عن العيد وعن الحج وكذلك الأمر عن هذه الأنشطة والفعاليات التي يقام بها إذن دكتور وصف عاد معنا من جديد فضل الدكتور كنت أسألكم عن العالم الرباني اليمني القاضي العمراني ما قولكم في وفاته رحمه الله يعني نتقدم أولا برسالة عزاء للشعب اليمني كله وللأمة العربية والإسلامية في وفاة هذا العالم المسند المعمر القاضي حيث عاش مئة واثنين عاما هو مولود ألف وتلتمية واربعين هجرية يعني عاش مية واثنين سنة هجرية وهو مولود بالتاريخ الميلادي ألف وتسعمية واثنين وعشرين يعني تسعة وتسعين عام ميلادي عاش هذا العمر المديد المبارك كله خدمة لدين الله كله إفتاء للناس سعي في تعليمهم في تفقيههم له مسند أو له يعني ثبت يروي فيه عن العلماء السابقين يعني أكثر من أربعين سبتا يرويها بالسند المتصل إلى أصحابها حيث المؤلفات في علوم اللغة في علوم الشريعة في الفقه في الأصول في التفسير في الحديث في العقيدة في غيرها من علوم الشريعة وعلوم الإسلام وعنوان هذا الثبت الضر الفريد الجامع لمتفرقات الأسانيين وله أيضا الضر اليماني في ترجمة وأسانيد القاضي محمد بن إسماعيل العمراني هذا أيضا ثبت من أثباته وهو يروي أو يعني يدون فيها ما رواه عن العلماء من قبله بالسند المتصل إلى مؤلف الكتب في الإسلام وبالسند المتصل إلى القرآن الكريم وإلى كتب السنة ومدوناتها الكبرى الكتب الستة والتسعة وغير ذلك من مصنفات وكتب السنة النبوية هذا الشيخ الجليل هو علامة في تاريخ اليمن حيث حمل منهج الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام بن الوزير الامتداد الطبيعي لهؤلاء الأئمة العظام العمالقة الذين بلأوا رتبة الاجتهاد هو كان هذا الشيخ الجليل محمد بن إسماعيل العمراني الذي كان امتدادا لهذه السلالة المباركة من العلماء وهذه النوعية الراسخة من أهل العلم والفقه والأصول والتعامل مع القرآن الكريم والتفاعل مع الأمة تعليماً للعلم ونشراً لفضائله وإفتاءاً للناس وسعياً في مصالحهم وفيما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم فنسأل الله تعالى له كفاء ما قد في خدمة هذا الدين وفي خدمة العلم وطلابه أن يرحمه رحمة ونسعة وأن يخلف على أهل اليمن وعلى الأمة العربية والإسلامية خيراً وإنا لله وإنا إليه راجع نسأل الله أن يتقبله في واسع رحمته وكذلك الأمر طبعاً فقد العديد من العلماء وفقدوا فقدهم العالم العربي والإسلامي وكذلك الأمر دعاة المخلصين إلى الله سبحانه وتعالى وتابعناهم فضل الدكتور يعني هنا لو تساءلنا أو لا نتساءل بل نأخذ الرسالة منكم في هذه الأيام المباركة للأمة العربية والإسلامية لهذه المناسبة الطيبة القادمة والتي نعيشها مناسبة عيد العضحة المبارك الذي يحتفل فيه المسلمون حول العالم كلمتكم مباركتكم ورسالتكم تفضلوا بارك الله فيكم يعني رسالتي في ختام هذه المداخلة هو أن نكتهد فيما تبقى من أيام العشر النهاردة خمسة ذو الحجة وبقي لنا أربعة أيام تختتم بيوم عرفة الذي يعني وعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بيّن أو احتسب على الله تعالى أن يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة وهو فضل عظيم من الله تعالى يفتح الله تعالى طاقته أمام المؤمنين من غير الحجاج وهي فرصة عظيمة أن نتزود في هذه الأيام من العمل الصالح وهي نفحات وبركات يفتحها الله تعالى على عباده المؤمنين حتى يتعرضوا لها كما قال ألا فتعرضوا لها والعيد يجب أن نفرح في العيد رغم الآلاء رغم المآسي رغم الألف قدال رغم التهجير رغم المآسي التي تلاحق الشعوب ورغم المآسي والآلام التي يشعر بها المسلمون في كل مكان الله تعالى يمن علينا بهذه النفحة ويقول لنا افرحه هذا هو العيد والفرح الحقيقي هو بفضل الله وبطاعة الله هو في التمسك بهذا الدين هو في الالتزام الحقيقي الذي يتفلت منه كثير من المسلمين بل من الملتزمين اليوم الله تعالى بيّن ذلك فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أسأل الله تعالى أن يجعله عيد أمن وخير وبركة وبركات وتنزلات على الأمة الإسلامية وأن ينقلها من حال الضعف إلى حال القوة ومن حال الفرقة إلى حال الوحدة ومن حال التقهقر والتخلف إلى حال التقدم والازدهار إنه على كل شيء قدير بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كل عام وأنتم بألف خير فضل الدكتور وصفي عشور أبو زيد شاركتنا في هذه الحلقة صلى الله أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمال وشكرا الله لكم مشاهدين الكرام دعا ألمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي قرداغي إلى صرف 46 مليار دولار تكلفة الحج والعمرة لهذا العام على الفقراء والمساكين والمتضررين بسبب جائحة كورونا ونشهد المسلمين الذين أرادوا الحج لهذا العام أو العام السابق أن يتصدقوا بالتكلفة التي أعدها للحج أو للعمرة على الفقراء والمحتاجين ومنتضررين الجائحة أسوة بسلف الصالح إذا دفع العالم يعني بهذه المناسبة إذا دفعوا تكلفة للحج بالكامل لعائلة فقيرة فقد قاموا بواجبهم وسندوا هذه العائلة أضافة طبعا فضيل الدكتور يقول حسبت هذا المبلغ بناء على تكلفة الحج والعمرة في عام 2018 أي قبل كورونا بلغ عدد الحجاج مليونين و371 ألف و665 حاجا بينهم مليون و758 ألف و722 من خارج السعودية وعدد المعتمرين كذلك الأمر في نفس العام 18 مليون و300 ألف معتمر سأتابع هذه المادة التي عدتها قافة تفاعلية لكم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شيء ترجمة نانسي قنقر إنقائلا ، ترجمة نانسي قنقر وكوية ترجمة نانسي قنقر إنسي قادر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر لو تصرف هذه الأموال على المحتاجين وخاصة المنكوبين والملهوفين في اليمن وفي سوريا وفي أماكن كثيرة كان أفضل الآن هذا العام أساساً ممهوع ما أحد يستطيع أن يعتمر هذا العام إذن يجب أو ينبغي على الإخوة الذين كان لهم نية هذا العام أن يعتمروا أن يقدموا هذه الأموال قيمة تكلفة عمضتهم في سبيل الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة من نشاطات العلماء أيضا فتاوى هيئة علماء فلسطين حول الأضحية من الأمثلة على ذلك ما نشرته الهيئة حول بعض الفتاوى المتعلقة بالعيد دعونا نتابعها وننقل لكم ماذا قالت الهيئة في كذلك الأمر يعني العيد والفتاوى التي وجهت لها في هذه المناسبة وجهتها كذلك الأمر للأمة الإسلامية متى تذبح الأضحية يمتد وقت الذبح إلى نهاية أيام التشريق يوم العيد وثالث أيام بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق أيام ذبح وكذلك الأمر أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى وأفضل وقت اليوم الأول بعد فراغ الناس من الصلاة والإمام من الخطبة في فتوى ثانية كذلك الأمر قال أي الأضاحي أفضل جنسا؟ قال بعض العلماء الإبل وقال بعضهم الكبش والأفضل منها صفة الأسمن والأكثر لحما والأكمل خلقة والأحسن منظرا في فتوى ثالثة هل يصح إعطاء الجزار من الأضحية؟ إن كان ما يعطى للجزار من باب الهدية أو الصدقة جاز ذلك وإما إن كان جزءا من الأجرة فلا يجوز كما أمر وقال علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وكل ما ذكر في الحديث أيضا في سؤال رابع جاء إلى الهيئة وكذلك الأمر أجابت عليه هل تجزئ أضحية من ذبحها قبل صلاة العيد؟ من ذبحها قبل صلاة العيد لم تقع ذبيحته أضحية بل ذبيحة وليست أضحية تقدم المجلس الأوروبي للأئمة بمباركته للأمة ولمسلمي أوروبا في هذه الأيام المباركة وبمناسبة عيد الأضحى المبارك المجلس أشار إلى توأمة الكعبة والقدس من خلال منشور له على التواصل الاجتماعي حتى نتعرف على أجواء المسلمين سكذلك الأمر نركز على مسلمي أوروبا ولكن دعونا في البداية أن نرى هذا المنشور الذي نشره المجلس الأوروبي للأئمة جزاهم الله خيرا والقائمين عليه مقدساتنا واحدة الحج أخوة ووحدة بين المسلمين الحج مؤتمر إسلامي عالمي مهيب يلتقي فيه المسلمون من كل أقطار العالم ليترسخ في نفوسهم أنهم أمة واحدة وأن قوتهم في وحدتهم في وحدة صفوفهم وتوثيق أواصر أخوتهم ونبذي كل تفكك أو تفرق بينهم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون إذن مشاهدين الكرام ينضم إلينا مباشرة فضلة الشيخ كمال عمارة رئيس المجلس الأوروبي الله إما أهلا ومرحبا بفضلتكم معنا في هذه الحلقة نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في البداية فضل الشيخ ما فضل عيد الأضحى وكيف يترابط المسلمون في أوروبا خلاله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة شكرا الله لكم يعتبر عيد الأضحى وعيد الفطري وبعض المناسبات الأخرى كمناسبة المولد النبوي الشريف مناسبات مهمة جدا على الساحة الأوروبية أنا الآن لن أتطرق إلى الفضاء لعيد الأضحى فقد تطرق إلى ذلك الشيخ الدكتور وصف عشور جزاء الله كل خير وقد أفاد في ذلك وأجاد ولا زيادة عليه إن شاء الله وتعالى لكن أريد أن أركز على أن هذه المناسبات مهمة جدا على الساحة الأوروبية وهي ربما تكون أهم تأثيرها يكون أهم من تأثيرها على الساحة العربية الإسلامية العادية التقليدية لأن على الساحة الأوروبية ليست هناك محاضن ليست هناك فرص ومناسبات كثيرة ليست هناك إطار اجتماعي تكثر فيه المناسبات وتكثر فيه المعايادات وتكثر فيه اللقاء فتكون هذه المناسبات القليلة عيد الأضحى وعيد الفطر مناسبات مهمة مركزية سنوية بالنسبة للمسلمين يجددون فيها ارتباطهم بالإسلام يحيون فيها هوية الانتماء إلى هذا الدين يركزون فيه أو فيها معالم الارتباط بالإسلام خاصة لدى الأجيال الجديدة والأطفال فنحن نحاول أن تكون هذه المناسبات منطلق للإحياء واستعادة الارتباط بالإسلام العظيم طيب هنا فضلت الشيخ يعني هنا كما نتابع الآن في هذه المشاهد التي توثق لنا حال الحج في السنوات الماضية نجد أن هناك اجتماع كبير بينما لم نجده في هذا العام بسبب جائحة كورونا المسلمين في أوروبا كانوا يتمنون الذهاب ويدعون الله سبحانه وتعالى الذهاب إلى الحج لكن يبدو أن هذا العام كالعام السابق تقريبا أفضل قليلا لكن على كل حال المسلمين هناك هل يشتهون لزيارة بيت الله الحرام هل يضعون مخططات ربما لأجل إقامة هذه الشعيرة حالهم حال المسلمين في كل مكان طبعا المسلمون في أوروبا شديدوا التعلق بشعيرة الحج والوفود التي تذهب إلى الحج كل سنة من أوروبا كبيرة والتنظيم فيها تنظيم محكم والحمد لله ولكن المسلمون في أوروبا عندهم انضباط شديد وعندهم وعي كبير بطبيعة الظروف الاستثنائية التي يمرون بها وهم ملتزمون بكل القيود وكل القوانين ومتشبعون بطبيعة الإسلام بمرونته بقدرة الإسلام على التعامل مع كل هذه المستجدات فالحمد لله وإن كان ذهابهم وحجهم معطلا هذه السنة ولكن شوقهم يبقى كبيرا وارتباطهم يبقى كبيرا والمؤسسات القائمة على تنظيم عملية الحج تعمل ومازالت قائمة بشكل مستمر ومتى يحن لها أو متى يتأتى لها ذلك ستعود نشاط الحج ووفود الأوروبيين إلى مكة على أوجهها إن شاء الله تعالى بإذن الله الأضحية كيف يقوم المسلمون بتنفيذ هذه الشعيرة في البلدان الأوروبية وما الطرق السليمة للقيام بها ضمن إطار العرف والقانون هذه ربما غريبة بالنسبة للمسلمين في العالم العربي والإسلام الذين تعودوا على أن يضحوا بشكل عادي نحن هنا في أوروبا هناك تفاوت بين البلدان بعض البلدان الأوروبية تتيح للمسلمين الذبح وتخصص لهم أماكن محددة كفرنسا مثلا بعضها يعني يفرض أن يكون الذبح في مسالخ محددة بعض البلدان الأوروبية كذلك لا تسمح أبدا بالذبح الخاص نهائيا ولا تتوفر الشروط لأداء أو للقيام بهذه الشعيرة على الوجه الشرعي المطلوب فالأوضاع متفاوتة كل بلد أوروبي عنده نظامه لكن المسلمون في أوروبا مرتبطون بالأبعاد الأضحية أكثر من شكل الذبح هم مرتبطون بالأضحية باعتبارها رمز للفداء رمز للتضحية رمز للتعاون رمز للتكافل الاجتماعي رمز لتذكر وشكر الله سبحانه وتعالى هذه الأبعاد حاضرة في مساجدهم حاضرة في منتدياتهم حاضرة في البيانات والمحاضرات التي تلقيها المؤسسات الأوروبية فأبعاد الأضحية بجوهرها وبتفاصيلها حاضرة حتى وإن غابت الأضحية بشكلها في بعض البلدان الأوروبية فهناك تفاوت كبير جداً بعض البلدان الأوروبية ليس هناك أضحية لذلك كذلك في شكل آخر استعاض به المسلمون في تحقيق الأجر في هذه المناسبة وهي التوكيل التوكيل في الأضحية منتشر جداً جداً في أوروبا فأغلب المسلمين الأوروبيين خاصة من كانوا لهم أصول في البلدان العربية والإسلامية يوكلون غيرهم في بلدانهم العربية والإسلامية في القيامة بالأضحية وهذا يعني يتحصل منه فضلان الفضل الأول هو فضل الأضحية للمضاحي للموكل والفضل الثاني هو أن يجبر وأن يعانى المسلمون في بلدانهم العربية والإسلامية خاصة الفقراء منهم كذلك هناك توجه كبير جداً لأن يوكل بالأضحية في غزة وذلك للظروف التي تعيشها في فلسطين وتعيشها غزة بالذات إذن رغم أنه قد أغلق هذا الباب لكن فتحت أبواب كبيرة جداً للتعاون والتآزل وتحقيق الأجر من خلال الأضحية إن شاء الله بإذن الله هنا بات اليوم المسلمون يعني يتواصلون فيما بينهم شيخنا حتى من هو في الشرق كمن هو في الغرب يجلسون أمام عائلاتهم ومع عائلاتهم ولكن كل واحد ماسك التليفون في إيده كما يقال ويتواصل هكذا بهذه الطريقة هل هذا يعني هنا لو تسألنا هل باتت تقوص العيد شبه موحدة من ترون أنها لا زال كل مكان يتميز بطريقته وبطريقة استقباله بأنغام تكبيراته وكذلك الأمر تهليلاته أظن أن الأمور متفاوتة من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حتى في أوروبا نفسها طريقة الاحتفال بالعيد والأضحية وغيرها تتفاوت من بلد إلى بلد ولكن القاسب المشترك صحيح هناك مظاهر ضامرة في البدان الأوروبية مثل التكبير مثلا التكبير المطلق هذا غير موجود على الساحة الأوروبية مثل ما هو على الساحة العربية والإسلامية يعني يشتاق إليه المسلمون ولكن هناك طرق إبداعية في أوروبا للاحتفال بالعيد العيد في أوروبا عائلي بامتياز حيث أن أشكال الاحتفال بالعيد ومظاهره داخل العائلة كبيرة جدا حتى يعوضوا غياب هذه المظاهر في الساحات العامة أولا كذلك طريقة الاحتفال وطريقة الاجتماع في العيد هناك طرق إبداعية كبيرة جدا فأغلب صلوات العيد ورجعت الآن هذه السنة تتم في الساحات العامة يجتمع فيها الآلاف وهناك طرق إبداعية في إحياء هذه الأيام وهناك تنظيم مبدع الآن نعطيك مثال مثلا في بلاد النرويج رغم أن هذه أول عيد بعد الجائحة منذ سنتين الآن هناك احتفال نظموه وفيه مناشط عديدة جدا للأطفال ويتم الاشتراك بالتسجيل المسبق في ظرف ثلاثة أيام فقط قد حجزت كل الأماكن المقدرة بثمانمائة مكان ثمانمائة مكان وبمقابل مادي حجزت في ظرف ثلاثة أيام هناك شوخ كبير جدا لهذه الأيام العظيمة هناك شوخ كبير جدا لتطبيق بقال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخيروا مما يجمعون وهناك طرق إبداعية في أوروبا لإحياء هذه الشعيرة رغم التباين الكبير من بلد أوروبي إلى بلد أوروبي ومن العالم الأوروبي مقارنة بالعالم الإسلامي ولكن الأمور مبشرة بالحمد لله جميل جدا شيخنا هنا يعني أشرتهم من خلال أحد منشوراتكم على صفحة لا إما بأن الحج أخوة ووحدة بين المسلمين الحج كما تعلمون مؤتمر إسلامي عالمي مهيب ما تفاصيل هذه النقطة ولماذا هنا توأمتم بين القدس والكعبة جميل طبعا أنت تعلم أخي الكريم أن أعياد المسلمين مرتبطة بقيم ومرتبطة بعبادات فالحج يأتي بعد إتمامي ركن من أركان الإسلام وهو الحج وعيد الفطري يأتي بعد إتمامي ركن من أركان الإسلام وهو الصيام فهذه خصيصة في الحقيقة هذه ميزة في الإسلام أنها تربط مبادئه ومعالمه وشعائره بالمبادئ بالقيم وليس بالأشخاص فطبعا ارتباط الحج بمكة واضح لا لبس فيه أما أن اخترنا أن يكون شعارنا في هذه السنة مقدساتنا واحدة هو أننا لقيمة القضية الفلسطينية ومركزيتها في وجدان المسلمين عموما ووجدان المسلمين الأوروبيين هذا أولا وثانيا لأن الحج هذه السنة يأتي بعد مظلمة كبيرة وبعد عدوان غاشم تعرض له المسلمون تعرض له الأقصى في الأيام الأخيرة في الأشهر الأخيرة فأردنا أن تكون هذه الذكرى ذكرى هذا العدوان الغاشم وأن تكون قضية فلسطين والأقصى حية في نفوسنا ونحن نحتفل فلا تنسينا احتفالاتنا لا تنسينا أسرار مسراتنا لا تنسينا أعيادنا بقضيان المركزية التي يجب أن نعمل من أجلها متى سنحت وكيف كنا وحيث ما كنا طيب هنا فيما يتعلق بالتفاصيل ربما يسألها البعض عن الأضحية وأشرت إلى موضوع الوكالة هنا هل يتم عبر جمعيات معينة في أوروبا هل تقوم الجمعيات برعاية هذا الموضوع بالأضحية؟ طبعا الأضحية التوكيل يتم عن طريقين يعني عن طريقتين الطريقة الأولى عبر الجمعيات الإغاثية والجمعيات الإغاثية كل جمعية إغاثية يكون لها طلباته توكيل بالمئات اللي لم يكن بالألاف والطريقة الثانية عبر الأشخاص فكل مسلم هنا له بلده الأصلي وله علاقاته فيوكل عبر علاقاته الخاصة أو عائلته فيتم بطريقتين بطريقة خاصة وبطريقة الجمعيات الإغاثية وأنا أقول هنا يعني أكبر عملية توكيل الأضحية في العالم وربما في التاريخ تتم من خلال توكيل المسلمين في الغرب لأهاليهم والجمعيات الإغاثية في ذبح أضاحيهم والتصدق بها للمحتاجين في أماكن الحاجة وأماكن الإغاثة جميل كلمتكم وتهنياتكم للمسلمين في أوروبا وكذلك الأمر لنا للأمة الإسلامية ماذا تقولون؟ نعم أنا أقول كما قال الشيخ وصفي يعني كل ما يمكن يتعرض له المسلم في مثل هذه الحالات على مستوىه الخاص أو على المستوى العام مثلا هذه الجائحة وهذه الظروف الصعبة التي يمر بها المسلمون في أكثر من مكان ليجب أن تحجب عنهم أنوار العيد ومعالم شكر الله سبحانه وتعالى على أن هداهم إلى الإسلام والإيمان وعلى أن يسأل لهم أن يعيشوا هذه الأيام السعيدة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أنا أن أهنأ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أهنأ المسلمين الأوروبيين بالذات وأدعوهم إلى أن يعيشوا لحظات السعادة لحظات الفخر والاعتزاز لحظات الشكر لله سبحانه وتعالى بما أنعم عليهم من هداية أو من نعمة الإمداد ونعمة الإيجاد وأن تكون مناسبة لعائلاتهم أن تجتمع ولنفوسهم أن ترتاح ولقلوبهم أن تنفتح وللخير أن يسرع على أيديهم لغيرهم من المسلمين وغير المسلمين هذه أولاً ثانياً نحن المسلمين في أوروبا بالذات نعيش هذه الحالة نحن عندنا جالية كبيرة جداً من السوريين مثلاً الذين يعانون الأمرين من خلال متابعتهم للمأساة التي تكون في سوريا اليمنيين جالية كبيرة جداً في أوروبا تعاني ونعاني معها ما يحصل في اليمن وكذلك بقية بقاع المسلمين التي تعاني الأزمات أو تعاني الظلم والقهر والعدوان نحن كذلك نعيش هذه الحالة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع الله سبحانه وتعالى الظلم والضيمة عن المظلومين عن المقهورين وسنكون دائماً في أوروبا سنداً وعوناً لإخواننا في كل بقاع الأرض إن شاء الله تعالى فكل عام وكل عام والمسلمون بخير وعد الله سبحانه وتعالى أن يهل علينا هلال هذا العيد باليمني والخير والبركات وعلى هذه الأمة بالنصر والتفريج من الكروبات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزاكم الله خيراً ونفعنا الله بكم بفضيلتكم شكر الله لكم وجزاكم الله خيراً فضيل الشيخ كمال عمارة رئيس المجلس الأوروبي لألا إما أشكرك جزيل الشكر مشاهدين الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أيامكم وأن يعيدها عليكم كرات ومرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير سالمين غانمين أينما كنتم كل عام وأنتم بألف ألف خير اشتركوا في القناة